وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 36 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط قرابة 29 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 609 قضايا من بينها 182 قضية خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز فضلا عن ضبط أربع قضايا في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية بمضبطات بلغت أكثر من 15 طن من الأقماح المحلية